مشاهدين أهلا بكم الأولوية للحدث وهذه نشر القصة الرياضية مباشرة ننتقل إلى ولاية وهران وبالضبط إلى مطار أحمد بنبلة الذي يستقبل في أتيال أثناء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادما من الجزائري العاصمة التي غادرها صبيحة اليوم تحسبا لإجراء المواجهة الودية التي تجمعه موسية اليوم بالمنتخب المالي بداية من الساعة الثامنة والنصف بملعب ميلود هدفي بوهران إذن كما نشاهد هذه الصور مباشرة تأتيكم من ولاية وهران للعبي المنتخب الوطني وهم يغادرون مطار أحمد بنبلة إلى مركز إيوائهم قبل المواجهة الودية أقول التي تجمع أشبال النخب الوطني جمال بالماضي بالمنتخب المالي أمسية اليوم بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء إذن كما شاهدنا صعود لعبي المنتخب الوطني إلى الحافلة التي ستقلهم إلى مقر إقامتهم وكما نشاهد في هذه الصور تواصل خروج لعبي المنتخب الوطني كما نشاهد آدم زرغان في هذه الصور بالإضافة لجهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أيضا أعضاء طقم الفني من بينهم عزيز بوراس كما نشاهد في هذه الصور المباشرة عفوا مشاهدنا بالإضافة إلى المكلف بالإعلام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم عبود في هذه كما نشاهد في هذه الصور مشاهدنا في انتظار خروج بقية وفد المنتخب الوطني الذي وصل قبل قليل إلى ولاية وهران تحسبا لإجراء مواجهة ودية هي الأولى خلال التربص الحالي التي تجمعه بالمنتخب المالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء بمنعب ميلود هدفي بوهران مدرجات من المنتظر أنها لن تكون بأبواب مغلقة هذه المباراة كون التذاكر لم تباع منها إلى حد الآن العديد من التذاكر لم تباع وكذلك المنصة الرقمية الخاصة ببيع تذاكر هذه المواجهة كان من المفترض أن تغلق بداية من منتصف النهار كما نشاهد خروج بقية أعضاء المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر كذلك جمال بالماضي وغيرهم من أعضاء المنتخب الوطني الذي سيشارك أمسية اليوم بداية من الساعة الثامنة والنصف أمام المنتخب المالي في مباراة ستشهد عديد الغيابات بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري في صورة الحارس أليكسندر أوكيجا وكذلك أدم الناس لدى نغابة بسبب رفض أنديتهم لتسريحهم إلى هذا التربص خاصة وأن الفيفا أعطت الحق للأندية الأوروبية في تسريح لعبيها من عدمه بالنسبة للمنتخبات الغير مشاركة بالمونديال كذلك يشهد تربص الخضر غيبا جديدا متمثل في الحارس مصطفى زغبا الذي أصيب وسرح من التربص وعوضه الحارس حارس ملودية الجزائر فريد شعال إذن مشاهدين كما نشاهد في هذه الصور حافلة المنتخب الوطني تستعد للمغادرة إلى مقر الإقامة بعد وصول عناصر المنتخب الوطني إلى ولاية وهران تحسبا للمواجهة الودية الأولى أمام منتخب مالي قبل مواجهة ودية ثانية ستجمع المنتخب الجزائري بنظره السويدي يوم التاسع عشر من نوفمبر بمدينة مالمو السويدية في أتي الأثناء مغادرة حافلة المنتخب الوطني مطار وهران الدولي شكرا إذن كما نشاهد في أتي الأثناء مغادرة حافلة المنتخب الوطني مطار وهران الدولي أحمد بن بلا متجهين إلى مقر الإقامة قبل حوالي السبع ساعات والنصف من بداية المواجهة الودية الأولى التي تجمع أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي بنظرائهم من منتخب مالي في الودية الأولى التي سيقوضها المنتخب الوطني خلال هذا التربص قبل مواجهة ودية ثانية